ينضم إلينا من بنغازي سيد نزار مقني الصحفي ومن تونس سيد خالد ترجمان المحلل السياسي أهلا بضيفي الكريمين وأبدأ معك أستاذ بنزار في بنغازي ما الذي حققته هذه الجولة حتى الآن؟ هذا إضافة إلى المحادثات التي تجرى في تونس شكرا على هذه الاستضافة نعم أنا في تونس وزميل آخر هو الذي في بنغازي للتوضيح فقط شكرا للتوضيح هذه الجولة جولة طنجة قد تكون بداية خير لتوحيد مسار المؤسسة التشريعية الليبية للمضي قدما في التعديل الدستوري هي قد تكون المنصة أو القاعدة الدستورية التي على أثرها سوف يكون هناك انتخابات بعد عام من هذه اللحظة وتكون هذه الانتخابات هي بداية مرحلة سياسية جديدة في ليبيا لكن بالرغم من ذلك فأن هناك ما زالت بعض اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين قد تحسم بتقليل عدد المتفاوضين إلى ستة فقط ثلاثة من كل فريق هذا قد تكون خطوة وقالية مناسبة لتقريب وجهات النظر حول معايير اختيار من سوف يشغل مناصب السيادية المنصوصة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي بسخيرات وبالرغم هذا كله يعني ما زالت هناك عديد صراعات داخل الكوليس سواء ذلك في شرق ليبيا أو في غرب ليبيا قد يعني قد تعرق الاستمرار هذا الزخم الإيجابي من قبل النواب الليبيين لإيجاد حل نهائي للأزمة السياسية في ليبيا كيف يمكن تجاوز هذه العقبات التي تحدثت عنها أستاذ نيزار نعم يمكن أن تتجاوز العقبات بمزيد تعميق الحوار بين المتنفذين في السلطتين التشريعياتين يعني مجلس الدولة في ترابلس وكذلك مجلس النواب في تبرق أما عن طريق اللقاءات المباشرة بين الرئيسي المجلسين أو من خلال الجلوس أكثر من مرة بين الليجان المتفق عليه من كلا الطرفين هذا من جهة من جهة أخرى يجب حتى على السلطتين التشريعياتين القيام ببعض من الضغط على الأجهزة التنفيذية الموجودة سواء في الشرق أو في الغرب لكفح جماع التحالفات التي تحصل في الكواليس والتي هي التي تعرق إما اختيار السلطة التنفيذية الجديدة الموحدة في ليبيا أو كذلك حتى اختيار المسؤولين عن المؤسسات السيادية الليبية على غيار محافظة البنك المركز الليبي وكذلك رئيس المؤسسة النفطية الليبية هذا هو ما الذي يمكن أن يفعله المشاريعون الليبيين في المرحلة القادمة لإنجاح إذن ما تزال هذه هي العقدة الأساسية في الوصول إلى توافقات كاملة أستاذ خالد في بنغازي كيف يمكن حل وتجاوز هذه العقدة مع هذا الكم الهائل من الخلافات وسعي الجميع ربما وراء المصالح المناطقية والمصالح الشخصية والحسابات الضيقة أيضا أنا بك سيد أحمد صبح وكذلك بسيد نزار من تونس في كل الأحوال الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحل هذه الإشكالات ويجعل الجميع يذهبون في الطريق الصحيح هو بعودتهم إلى بيوتهم هؤلاء الكم الهائل من المعتبرين أنفسهم ساسة وقادرين على حل حالة الأمور سواء في المجلس الدين الرئاسي أو في المجلس الأعلى للدولة في مجلس النواب في الحكومتين هؤلاء هم سبب أساسي لكل مناع ما تعنيه البلاد هؤلاء لن يصلوا إلى حلول على اعتبار أن إما أصحاب مصالح حزبية ضيقة على رأس جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة وبقايا القاعدة أو أناس لهم مصالحهم الجهوية والمناطقية أو القبلية في النهاية هناك أشخاص يمثلون مصالح اقتصادية خاصة بمجموعات من رجالات المنتفعين من الوضع المتشضي في البلاد والمنتفعين من العقود والمنتفعين من الاعتمادات المزورة والمزيفة والتي جعلت رئيس سيد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يتسارع مع الصديق الكبير على الرغم من أنهما أتوا من بوثقة واحدة من أتى بالثين باعتباري كنت أمينا لسر المجلس الوطني الانتقالي آنذاك نعلم من أتى بهؤلاء وفرضهم على الواجهة في ليبيا سواء على المصرف ليبيا المركزي أو على المؤسسة الوطنية للنفط فهذا الصراع يدل على أن لدى أولئك الذين أتوا بهم رؤية أو مشروع آخر جديد لمزيد من التشضي في البلاد الأمور تدفع إلى صراعات لا معنى لهم ما الذي يجعل مجلس النواب يلتئم هذا المجلس الذي تقسم بفعل الإخوة المسلمين وبفعل المضدين لفكر التوحيد البلاد والذهاب لدولة مدنية إلى أربع مجالس إحداهما في طبرق والآخر في طرابلس وفي تونس وفي مصر الآن يجتمعون برحابة في طنجة اجتماعهم الأول دلتام فيه 118 عضو كيف تأتى لهم ذلك إذن كما تقول أستاذ خالد لا ينحص ربما الصراع والنزاع والتنافس على هذه المناصب السيادية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بل حتى في داخل كل طرف على حدة هناك صراعات ونزاعات على هذه المناصب ولكن هناك اتفاق على تشكيل لجنة سداسية من ستة أعضاء لاستكمال المشاورات وحسم الخلافات حول توزيع المناصب السيادية هل يمكن أن تنجح هذه اللجنة من ستة أعضاء بحسم هذا الملف هل تريد أن تعرف كيف ينظر الليبيين ليس شرقا فقط شرقا وجنوبا وغربا لهذه الاجتماعات وهؤلاء اللجان يعتبرونهم أنهم مجرد سراق كبر أنهم مجرد أناس يتآمرون على الشعب الليبي يصررون على أن يكونوا أداة للمستعمر الخارجي وأداة للمخابرات الأجنبية لمزيد من إهدار أموال الليبيين لمزيد من السيطرة على ثروة الليبيين المسألة ليست حل الليبيين هؤلاء على الواقع لا يمترون شيء بدون مناصبهم المناصب التي يمتلكونها هي التي تتيح لهم السيطرة على مصرف ليبيا المركزي والسيطرة على الاعتمادات والسيطرة على الأموال علاقاتهم بالميليشيات هي التي تتيح لهم الأموال هؤلاء لم يأتوا من أجل الوطن هؤلاء أتوا من أجل بطن ليس أكثر من ذلك وبالتالي هذه نظرة نظرة الليبيين نظرة الشارع الذي أحتك به يوميا نظرة أولئك المصطفين على محطات الوقود وعلى المصارف وعلى محطات الغاز وعلى كذلك المخابز هؤلاء الذين يرون في أن لا حل لديهم إذ لم ينتهوا هؤلاء من المشهد هم والميليشيات المسلحة والقوات الأجنبية إذ لم يخرجوا هؤلاء من المشهد لن نصل إلى حل في ليبيا وصلت هذه النقطة أستاذ خالد دعني أذب إلى الأستاذ نزار مقني في تونس هل الأمال بحدوث انفراجة كبيرة وقريبة هل هذه الأمال هي مبررة ما الذي يدعم هذه الأمال نعم يمكن هناك أمال منتظرة إذا ما توصل خاصة المشارعون الليبيون يعني أصد مجلس النواب الليبي في أن يجتمع من جديد يجتمع شمله من جديد حتى ولو بمئة وثلاثة وعشرين عضوا أو أكثر بقليل هذا قد يدعم المسار السياسي أو الحوار السياسي أو المنتد الحوار السياسي الذي بدأ في تونس وتواصل فيما بعد يعني اجتماعاته بسيغة افتراضية قد يذهب نحو تدعيم هذا المسار خاصة وأن ما سوف يتم التنصيص عليه في الحوار السياسي لن يأخذ مشروعيته أو الشريعته إلا من خلال المجلس النواب الليبي قد تكون خطوة اتفاق على اجتماع دامس قد تكون خطوة إيجابية لدعم الحوار السياسي وكذلك حتى الحوار العسكري حوار 5 زائد 5 كذلك حتى بعض الشيء حوار الاقتصادي إلا أن ذلك قد يصطدم كما قلت لك بهذه التحالفات الخفية في الكواليس والتي بدأت تظهر نتائج نتائج هذه التحالفات على مستوى المتدى السياسي وخاصة على مستوى نقطة اختيار آليات اختيار الأصحاب السلطة التنفيذية الجديدة وكذلك بالتوازي اختيار أصحاب مسؤولين حول المؤسسات السيادية الليبيا الثمانية وهذا كله يعني كما قلت لك هو يستضم بتحالفات جديدة تنشأ سواء ذلك بين الشرق والغرب بين مسؤولين في الشرق والغرب وكلمة سرها الأولى والأخيرة هي النفط واعتماد النفط ومصالح الخارج من خلال يعني أستاذ نزار هل هذا يشير ما تتحدث عنه من تحالفات جديدة بأن مخاض الحل ربما قد بدأ وأن الحل قادم قادم وربما نشهد انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر العام المقبل نعم قد يكون ذلك يعني واقعيا موجود إذا ما توصل خاصة المشارعون الليبيون إلى القاعدة الدستورية التي سوف تتم من خلالها يعني الانتخابات القادمة ثم يعني ما سوف تقوم به الأمم المتحدة والمرور بقوة بين ظفرين لاختيار يعني من سوف يمسك بزمام السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا خاصة وأن ستيفاني ويرامس نائبة الممثل الأمم المتحدة في ليبيا قد ذهبت لطريقة ثانية أسلوب ثاني وهو أن يكونوا الاختيار عن طريق السؤال المباشر والهاتفي مع أعضاء المنتد السياسي الخمسة والسبعون الذين اجتمعوا وفي دونه سيجتمعون يعني بصفة افتراضية واليوم يعني اجتماعهم والأخير قد يفضي إلى نتائج أخيرة هذا يعني الأمل المتبقي لكي يكون هناك انتخابات في غضون يعني شهر ديسمبر كانون الأول القادم من سنة 2021 نعم أستاذ خالد إذن الحل قادم قادم والحوار ربما وصل إلى نقطة العودة إلى المربعات السابقة يعني هذا الزخم الدولي من الأمم المتحدة الزخم الذي قدمته الولايات المتحدة عبر مبادرتها يبدو أن هناك إصرار إقليمي ودولي الآن على حل الأزمة الليبية كيف تنظر إلى كل ذلك أنظر إلى ذلك من خلال نظرة الاسخيرات عندما تتحدث على أن السلطتين التشريعيتين في ليبيا الذي يحدث هناك سلطة واحدة منتخبة هي مجلس النواب أما مجلس العلى الدولة فقد فرض نفسه فرضا دون أدنى مسوغات القانونية ثم حكومة السخيرات التي لازالت تحكم غرب البلاد طرابلس منذ 2015 إلى الآن هؤلاء هل تم اعتمادهم تشريعيا كما يقول ضيفك من مجلس النواب لا ولكن السلطة المعترف بها دوليا ولكن إذا تم إعادة توحيد مجلس النواب أستاذ خالد ألا يشكل ذلك بداية للحل وضع الحل على السكة الصحيحة لن يتم توحيده لأن ما تشض لا يمكن أن يتوحد عندما تسكب اللبن لا يمكن أن تعيده من جديد إلى مكانه الأول وبالتالي لا يمكن لهذا التشض أن يعود أو يلتأم مجددا هذا أمر قد انتهى الإخوان لا يمكن أن يقبلوا بالجهويين أو القبليين القبليين لا يمكن أن يلتأموا مع جماعة الليبية المقاتلة وغيرهم الوطنيين قلة في هذا المجلس وبالتالي هذا التشضي الذي أصبح أربع مجالس التأموا لأن هناك مصالح تهددهم تهدد مصالحهم الجهوية والقبلية والمصالح الحزبية وبالتالي الحديث على أن العالم يضغط بهذا الاتجاه العالم لم يستطع أن يزدر قرار بشأن الاتفاق خمسة مقابل خمسة هؤلاء العسكريين الذين يدعون أولئك من يدعون الدولة المدنية بأنهم قادمون لإنقلاب استطاعوا أن يتفقوا على ما يهم الليبيين وهو خروج القوات الأجنبية تفكيك الميليشيات جمع السلاح إطلاق سراح الأسرة ودهاب إلى بناء دولة مدنية من خلال تأمين الوطن إن لم يؤمن الوطن لن تكون هناك إمكانية ما الذي فعله مجلس نواط خمس سنوات هل استطاع أن ينزع بندقية مليشاوي واحد وبالتالي الحديث عن المناصب السيادية أول يعني مسألة مثيرة للضحك هذا الأمر منوط منذ 1951 عندما أعلن استقلال ليبيا وتم إعلان الدستور الليبي هذه المناصب موصوفة وطبيعة من يشغلها موصوف القذافي قام بالقلاب ولم تتغير جاء المجلس الانتقالي وجاء المؤتمر الوطني ومجلس الواب ولم تتغير ما الذي يحدث الآن الذي يحدث محاولة قسبة هذه المناصب التي تريد أناس ذو طبيعة معينة وذو خصوصية معينة وأناس محترفين حرفيين هل يمكن الحديث في تقسيم مناصب كالنائب العام ورئيس المحكمة العليا ما هذا يتدخلون حتى في السرطة القضائية كي توزع مناطقية ومناصة جهويا هذا أمر يتدخل للسخرية وبالتالي ما يحدث الآن سواء كان في تونس أو في طنجة لا يمكن أن يتم ما لم يصدر قرار من مجلس الأمن بتدعيم المصار العسكري وتدعيم قرارات المجلس العسكري كي تبنى على أرض أرضية سليمة وتبنى على أمن وأمان للمواطنين حتى نذهب لبناء دولة مدنية أما أن نبني قصورا على رمال أو في الهواء لا يمكن أن نصل بها إلا ذلك نحن الآن نعاني منذ 2011 إلى الآن لم نصل ولن نصل بهؤلاء الساسة الذين يعتبرون أنفسهم ساسة وهم لا يمثلون سواء أما جماعات ميليشيوية مسلحة أو جماعة الإخوة المسلمين أو جماعة مناطقية وفي النهاية جماعات قبلية هذا الذي يحدث وهذا الذي ترى أمامك في طنجة وترى في تونس هو هذا هو لا يمثل الليبيين لا يمثل مصالح الليبيين مصالح الليبيين لا يمكن أن تكون إخوانية أو جهوية أو مناطقية نعم سيد خالد ترجمان المحلل السياسي كنت معنا من بن غازي شكرا جزيلا لك الشكر موصول سيد نزار مقني الكاتب الصحفي كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك سيد K شكرا جزيلا لك